أهلا بكم مع نناقش ملف اليوم بدأت صباح اليوم فعاليات المؤتمر القومي السنوي للهيئة القومية للغابات في نسخة الرابعة والعشرين بمقر الهيئة تحت شعار الغابات من أجل سودان أكثر إخضرارا برعاية مجلس الوزراء وإشراف وزارة الزراعة والغابات الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الهيئة القومية للغابات بالقرطوم ويبحث المؤتمر لحال الراهن والرؤى المستقبلية لغطاع الغابات في السودان والعمل على تحسين تقانات استزراع الغابات بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع وتسعى الدولة من خلال المؤتمر لمعرفة النجاحات والإخفاقات للوصول إلى المعالجات عبر أوراق العمل المقدمة في جانب تغطية العمل الفني والإداري والمالي وبحث سبل تعزيز الاستثمار لزيادة إنتاج البلاد من منتيات الثروة الغابية لا شك أن التنمية من أكبر المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية والسودان واحد من تلك البلدان النامية والفقيرة مع أنه يزخر بثروات غابية ضخمة وأتنوع أحيائي فريد دون الحديث عن موارده الطبيعي التي لم تستقل لاستغلال الأمثل لذلك يجيء إنعقد مؤتمر الغابات العام السنوي الرابع والعشرين تحت شعار نحو سكدان أكثر إخضرارا وسيتناول المؤتمر محورين مهمين أولهما قانون يتعلق بغومية الغابات والتأكد على إدراج ذلك في دستور القادم وفقا للقرار مجلس الوزراء الموقر راما 27 لـ 2017 المحور الثاني وهو محور اقتصادي في ورغتين أحدهما من فرص الاستثمار الغابي من جهة نظرة القطاع الخاص والثانية ستبحث في السبل لتعزيز الدورة الاقتصادي للسمغ العربي وامتيات الغابات الغير خشبية الأخرى ويهدف المؤتمر إلى وضع خطط سليمة تعتمد على التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج والعمل على توسيع الغطاء النباتي لاستدامة الموارد ومناقشة الحالة الراهنة والرؤى المستقبلية لقطاع الغابات في السودان وتأكيد أهمية دور الغابات اقتصاديا وصناعيا وتشجيع الاستثمار في هذا المجال إن قطاع الغابات ما زال يعاني من النقص الحاد في المورد البشري خاصة في ميال تنمية الغابات بالرغم من إجازة وتنفيذ هيكل الهيئة الجديد لم يطرأ أي تحسن بالنسبة لحاجة الهيئة الحقيقية للموارد البشرية المطلوبة لإحداث التنمية في قطاع الغابات الأمر الذي يحتاج لمزيد من الجود والتدبير ليكون السودان أكثر إخضرارا إلا أن الهيئة قد استطاعت أن تستقطع عون أجنبي قدره 66.5 مليون دولار أمريكي والغابات مليون أمريكي لعدد 16 مشروع ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز من دور الغابات في مكافحة التصحر المهدد الأساسي للأمن الغذائي ما يشكل تحديا أما مجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بسبب تزايد معدلاته نظرا للتغيرات المناخية التي ترأت على الغلاف الجوي وإنحصار المساحات الغابية وظل الزحف الصحراوي يشكل هاجسا كبيرا للبلاد منذ خمسينيات القرن الماضي وتعول الدولة كثيرا على قطاعات الغابات للحد من هذا الزحف والوقوف في وجهه منذ خمسينيات القرن الماضي استشعر المهتمون بمجال البيئة بالسودان الخطر الجدي الذي بات يشكله انحصار الغطاء وإزدياد الزحف الصحراوي على السودان حيث أصبحت الصحراء تتمدد بنعم في البلد الذي طالما أوصف بسلة غذاء العالم العربي هذا الوصف يبدو واقعيا بالنظر إلى المساحات الزراعية الواسعة غير المستقلة لكن هذه الحقيقة قد طرأت عليها كثير من التغيرات جراء تغلص المساحات الصالحة للزراعة بفعل الزحف الصحراوي الذي ابتلع مساحات مقدرة من هذه الأراضي وتدهور الغابات وتشير التقارير والدراسات إلى أن ثلثي مساحات سودان تتأثر بالتصحر بين خطي عرض عشرين إلى ثمان عشر درجة شمالا في رقعة تعادل نحو واحد وخمسين من إجمال مساحات السودان وخسر السودان وفقا لدراسة صدرت مؤخرا عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة فاو خسر خلال السنوات الخمسة الماضية فغط ما يتراوح بين مئتين وخمسين ألفا إلى مليون هكتار من مساحة غاباته الكلية ورغم التجربة والوعي المبكر بإزدياد التصحر في سودان إلا أن هذه الظاهرة ما تزال تتفاقم يوما بعض الآخر ويعزو الخبراء أسباب إزياد الزحف الصحراوي إلى سوء التخطيط وعدم وضع السياسات والبرامج الخاصة بالتنمية وعدم تفعيل التشريعات والسياسات التي تهدف إلى الاستخدام بالأمثل البوارد الطبيعية وتخفيف آثار الجفاف ومكافحة التصحر وتتمثل هذه السياسات في إعداد برامج لإيقاف تدهور الغابات ومكافحة الزحف الصحراوي الإحصاءات والتقارير الرسمية تشير بوضوح إلى تدهور كبير في الغطاء الغابي بالبلاد الذي أصبح يتناقص بمعدلات كبيرة وصلت نسبتها إلى 50% من أصل 36% من مساحة البلاد الكلية هذا الواقع دفع قطاع الغابات المنط به الحد من تماني ظاهرة التصحر للمطالبة بأن يصبح من الجهات السيادية بالبلاد حتى تتوفر له إمكانية العمل والمساهمة في تعمير الغابات ووقف التصحر الذي بات يهدد البلاد بأكملها ولمزيد من التوضيح ورحب بضيفي من الخرطوم نائب المدير العام للهيئة القومية للغابات عبد الحميد محمد شريف مرحبا بك سيد عبد الحميد في البدء ما هي أبرز الموضوعات والأوراق التي يناقشها المؤتمر في سبيل النهوض بقطاع الغابات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة المؤتمر بناغش محاور هامة جدا من بينها أولا همية قطاع الغابات كقطاع اقتصادي واجتماعي هام جدا ونحن زي ما تفضلتم في التقرير تحدثتم عن الزحفة الصحراوي وابتلاع كمية كبيرة جدا من الأراضي الزراعية اللي هي تخص السودانيين للتنمية الزراعية وغيرها فهذه الصحراء هذا العدو الشرس يعني يمكن من أكبر أعداء الشعوب هو الزحفة الصحراء وهو لأنه عدو يعني غير مرئي والناس لا يشعرونه وسلاح فتاك بأنه بيأكل يعني الموارد الاقتصادية للبلاد فيمكن من المحاور التي يتحدث عن المؤتمر هو إبراز الهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع الهام جدا الشيء الثاني يمكن المحور الذي يتحدث عنه ضرورة سيادة هذا القطاع أن يكون قطاع سيادي وأن يكون اتخاذ القرار قومي بمعنى أنه إذا أريدنا أن نتخذ قرارات في تنمية هذا القطاع يجب أن يكون القرار قومي بمعنى أنه يهم كل السودانين وكل الولايات الولايات الغنية والشحيحة والمتأثرة بالزحفة الصحراء ومتأثرة بأشياء أخرى يجب أن يكون القرار زي ما ذكرت إنه قرار شامل وقومي يهم كل السودانين نعم سيد عبد الحميد ما هي أبرز العوامل التي تسببت في إزالة الغابات وتدهورها في سودان هناك الحقيقة العديد من أسباب التدهور في مجال الغابات هي كثيرة نذكر منها الأول شيء التمدد الأفقي للزراعة الآلية نعم يمكن ده من أكبر المهددات التي تهدد قطاع الغابات ولأنه التمدد الأفقي دائما يتيم على حساب الغابات نعم الآن بلغت الزراعة الآلية في السودان خمسة وخمسين مليون فدان نعم يمكن حوالي أكثر من خمسة وعشرين مرة قدر بشراء الجزيرة تمددت على حساب وذي كلها كان الغابات فهذه المساحات يعني التوسع الأفقي هو ضار جدا ونحن نتحدث عن توسع رأسي فهذا دائما يتيم على حساب الغابات ومن الصعوبة بمكان أنك تسترجع ما تم قطعه للزراعة طبعا الزراعة بالتأكيد مهمة ولكن المساحات هذه الكبيرة دائما تقلل إنتاجية يعني نحن ممكن نزرع في مساحة بسيطة ويكون الإنتاج عشر إلى خمسة شوال ولكن عندما نزيل مساحات كبيرة يمكن الإنتاج يصل مرات لنصف شوال فهذه من التخطيطات الغير سليمة هناك أيضا مهددات كثيرة جدا الحوجة للاستخدام في الطاقة ما زال السودان حتى بعد اكتشاف البترول ما زال استهلاك السودانين من الطاقة الخشبية كتلة الحية يحوم حول 70% صحيح وانخفض في منتصف الألفينات إلى أقل من 60% ولكن الآن ارتفع إلى حوالي 70% بل بالعكس فاتل 70% في الاستخدام المنزلي في الاقتصام الصناعي اللي هو الانتاج الطوب والأشياني والقطاع الخدمي اللي هو المخابز وغيرها ما زالت تستخدم خاصة في الريف المباني تستخدم الكتلة الحية كذلك الغابات تستخدم لموارد اقتصادية لأهل الريف لأنه الفقر برضو من الدوافع الأساسية اللي بتزيل الغابات هناك الكثير جدا الرأي عندنا حوالي 104 مليون راس من الثروة الحيوانية ما عندها أي منطقة طلع فيها غير الغابات وهناك أيضا مشاكل اقتصادية وكماية متعقدة فيما بيننا سيد عبد الحميد فيما يتعلق بالتمدد في المساحات الزراعية كونك تتحدث عن 55 مليون بعض المؤسسات وبعض الولايات تسعى لتوسيع رقعة المناطق المزروعة حتى تستفيد من هذه المناطق الزراعية والاستفادة من المحاصيل الزراعية هل نعتبر أن هذا عدم تنسيق بين المؤسسات المختلفة في هذا الشأن أو في هذا الاتجاه؟ نعم نحن نقول بميلة الفم هناك عدم تنسيق لا يوجد تنسيق بين القطاعات المختلفة ليس في الغابات فقط ولكن مستخدمي الأرض ومستخدمي الموارد الطبيعية في السودان لا بد أن يكون هناك تنسيق في استخدام هذه الموارد وإذا لم يكن هناك تنسيق يكون هناك تقاطعات وهذه التقاطعات أحيانا سيكون مضرة جدا نعم فصحيح نحن ممكن إذا كان في تنسيق يمكن أن تكون هناك تنمية زراعية تنمية في مختلف المجالات ويكون هناك غابات وأنا يسرني أن أذكر في هذا المجال بكل الفخر والاعتزاز يعني ما تم في منطقة البترول يعني هناك مشروع رائد جدا جدا في منطقة البترول برعاية شركتين اللي هي نين القبرى وبيتروينرجي اللي هم المناطق اللي تأثرت باستخراج البترول هناك الهائة القومية الغابات تقوم بتنفيذ برنامج رائد جدا أول حاجة لاستزراع المساحات التي وزيلت أشياء الثاني لمعالجة المياه اللي يطلع من البترول ويمكن هذا من المشاريع الناجحة جدا جدا ويمكن ناجح ليس في السودان فقط وإنما في عدد من الدول في غرب آفريا وفي وسط آفريا طالبوا أنه يكرر هذه التجربة اللي يسمونه مشروع لعالجة الحيائية للمياه المساخة من البترول وكذلك تعمير ملاطق البترول إذن نخلص لأنه التنسيق واجب ولا بد منه استخدام الموارد الطبيعية وعدم الإضرار بموارد البلاد مسألة التنسيق هذه ترجع ربما لجانب السياسات أما في جانب البحث العلمي أين وصلت جهودكم في تفعيل برامج بحوث الغابات المواكبة أو لمواكبة الطورات المعاصرة وإعادة بناء وتعمير الغابات نعم البحوث في مجال الغابات موجودة هناك إرث قديم خالص أيضا بحوث الغابات من المؤسسات القديمة جدا في السودان وهي أصلا بدأت كجزء من إدارة الغابات كانت تابعة لإدارة الغابات الغابات كانت مكونة من ثلاث أقسام نعم اللي هي الغابات إدارة الغابات على المصطوى للسودان نعم وكذلك التعليم اللي هو كان مدرسة خبراء الغابات وكذلك الأبحاث ديه كلهم كان في حتة واحدة نعم لذلك فيه إرث قديم جدا لكن الإشكالية بتكمن في اللي هو زي ما قلنا اللي هو نقلة تقانا نعم توجد أبحاث ممتازة جدا خاصة في مجال الصموة العربي والصموة العربي معروف أنه من المنتجات الغابية اللي هي بيمتاز بها السودان ويمكن على مستوى العالم ما في دولة متميزة بإنتاج نوع جيد من أصماء الصموة العربية والأصماء الأخرى زي السودان نعم وهناك مجهودات ضخمة جدا تمت في مراكز بحوة البحوص الغابات في إنتاج أنواع جيدة من الصمو بعرفوهم نتائج يعني فيما يتعلق بالقيمة الغزائية حتى الصموة العربي قيمة دوائية أو القيمة الأخرى ولكن كما ذكرت لسيادتك وحضراتكم أنه هناك مشكلة في نقل التقانا في جزء من هذه التقاناات مرت اللي متعلق بالمنتجين لما يتعلق بالطق تقاناة الطق الصموة العربي وهذا شيء من هذا القبيل نعم فيما يتعلق إن كانت هناك بحوث لديها نتائج واضحة ومعروفة ولا تجد اهتمام من الحكومة قطاع الغابات لا يقل أهمية عن القطاعات الاقتصادية الأخرى بالبلاد لماذا لم يجد اهتمام موازن من الحكومة؟ الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول أن الحكومة لا يوجد اهتمام من الحكومة ولكن يوجد إن كان يجد اهتمام لما فقدنا عدد كبير من الغابات نعم الحقيقة الأخر الرئيس يمكن أعلن في 2017 نفر التشجير الكبرى ودية بتستهدف زراعة 6 مليون فدان سنوي نعم هناك عدد من القرارات صدرت حتى يمكن قومية نحن نقول قومية القرار فيما يتعلق بالغابات والمورة الطبيعية اللي هي القرار 127 يعني يمكن أكد على قومية القرار في مجال الغابات ونالك أيضا قرار نفس القرار تضمن بدايل الطاقة وهناك عدد من القرارات لكن أخي الكريم هناك إشكالية في تطبيق هذه القرارات خاصة للجانب المالي ونذكر هذا الكلام أنه في 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 جانب المال في مجال التنمية صحيح يمكن البلد مرر بعض العزمات لكن برضو القطاع القطاع الغابات من القطاع الهامة جدا والسيادية نعم زي ما قلنا هو من القطاعات بتشكل أمن الغزاء للبلاد نعم فنتمنى أنه يعني هذه القرارات تنال حظة من التنفيذ الفعلي والهي القومية الغابات على استعداد الهي القومية الغابات الآن تنفذ من خلال موارد الذاتية ويمكن المستوى الاستزراع عندنا نوصل إلى حوالي مليون وثلاثة من عشرة فدان نعم المساحة دي مساحة ليست ضعيفة بالمقارن من مقارنة مع أمكانات الهيئة ولكنها لا تساوي فقط هي تساوي المقطوع سنويا المقطوع سنويا حسب آخر الحصاءات حوالي تسعمائة ألف فدان ونحن الآن بنزرع حوالي واحد وثلاثة من عشرة أي بمعنى أنه بنزرع ما نقطعه وهذا لا يلبي طموحات البلاد ولا يلبي ولا يعني يؤمن الدولة من الزحف الصحراوي والأمن الغزائي وهكذا فيما يتعلق سيد عبد الحميد بهذه الغابات السمغ العربي ثروة مهملة ما الذي أدى لإهماله وما هي الخطط التي وضعت من أجل الالتفاف لهذا الكنز القومي السمغ العربي الحقيقة هو ما مهمل لكن السمغ العربي يفرض نفسه على العالم بالمناسبة العالم ليس له خيارات أصلا في استخدامات عديدة من الدواء والغزاء المشروبات وكذلك أشياء خاصة بالدول في أوروبا وفي أمريكا فيما يتعلق بصناعات خاصة بهم مثل النبائز وأشياء بتقصهم هما لا يستطيعون أصلا أن يستغنوا عن الصمغ العربي فقط نحن الآن محتاجين نعمل سياسة قومية لكيفية النهوض بقطاع الصمغ العربي وتسويقه يعني دائما نحن الأسعار من الأشياء الغير جيدة أصلا في كارتيل بيجينا الأسعار بيجينا من بر بدل ما نحن نحدد السعر نعم ففي معظم الأحيان الأسعار تحدد من لنا من بر وتجينا جوه وبالتالي نحن المنتج بتاعنا ما بيجلق الفائدة المرجوة لذلك الآن الآن مجلس الوزراء كوى اللجنة يعني قومية ويمكن دلوقت ليها أكثر من شهر على وشك أنها تنتهي من عمل استراتيجية قومية للنهوض بغطاء الصمغ العربي في كل جوانبه و مع صحاب كل الشركاء نعم وإن شاء الله في القريبة العاجل يعني إن كان الصمغ العربي من القطاعات الآن بتحظى باهتمام كبير جدا ويمكن الإنتاج نهض درجة كبيرة لأنه زي ما ذكرت في بداية حديثة لا يوجد بديل له على مستوى العالم العالم ما عنده غيره ما عنده بدايل أصلا نعم إن كان هذا الاهتمام الذي تحدثت عنه نجد أن الفاقد فيما يتعلق بالغابات كبير جدا وهناك مشاكل تحدثت من ضمنها المشاكل المالية ونحن نعلم استقطبت الهيئة مبلغ 66 مليون 500 ألف دولار لعدد 16 مشروع حسب إفادة السيدة الوزير أو وزير الزراعة والغابات ما هي هذه المشاريع وما الذي عاد منها للقطاع الغابي والبلاد صحيح يمكن ليس في السودان فحسب وإنما في عدد من الدول النامية نعم خاصة دول أفريقية ويمكن دول سوية وعدد من الدول دائما في مجال البيئة المكون الأجنبي أو الدعم الأجنبي بشكل من حوالي 30 إلى 40% من الأنشطة الخاصة بالبلد نعم نحن في السودان نفتكر أنه إلى وقت قريب الدعم الأجنبي كان لا يتعدى 9% طبعا دي بأسباب معروفة يمكن الحصار اللي كان مفروض على السودان وأشياء كثيرة جدا لكن الآن حصل الانفراج يمكن الأخ الوزير تحدث عن 16 مشروع على مدى فترة زمنية يمكن طويلة لولا لكن الآن في السنتين الماضيتين حصل الانفراج ممتاز فيما يتعلق ب استقطاب الدعم الأجنبي خاصة في مجال الصمع العربي ومجال التنمية الريفية هناك يمكن خمسة ستة مشاريع صحيح في مشاريع آتت أكل ممتازة جدا خاصة في السهل الرملي في منطقة كردفان ومنطقة دارفور الآن في نهضة ممتازة في مجال الصمع العربي كذلك في نهضة محلية في مجال الصمع العربي في ولاية شمال كردفان في ولاية غرب وجنوب كردفان وعدد من ولاية دارفور يمكن الحكومات الزهتة بدت تنهض بالقطاع بالضافة للدعمات التي ذكرتها يمكن المبلغ الذي ذكر هذا صحيح هو موجود لكن الآن عندنا يمكن ثلاثة أربعة مشاريع واحد بدأ بالفعل في شرق السودان في منطقة الدخليو الآن في مشروع برضو متعلق بالصمع العربي من أجل التغييرات الملاخ ويمكن هذا من الأشياء التي تناقش على مستوى العالم وده ممول من صندوق جديد يصبح من صندوق المناخ الأخضر دهس الآن على وشك أنه يبدأ التنفيذ فيه وهناك مشروع سلسلة القيمة فيما يتعلق الصمع العربي تسويق وهناك هيكل الصمع العربي في عدد من المشاريع يعني جاد بنتائج ممتازة جداً خاصة في مجال التسويق في مجال التنمية ولكن كما ذكرت ما زال هذا القطاع يحتاج إلى أضعاف أضعاف ما يقدم الآن سواء كامل الدعم العجنبي سواء كامل الدعم المحلي سواء كامل من قبل هذه القومية الغابات نحتاج إلىها كثير لأنه العالم محتاج زي ما ذكرت بكميات كبيرة جداً سيد أبد الحفيد سؤال الأخير الزمن يضايقنا ما هي نظرة المستقبلية لإستدامة قطاع الغابات وما هي فرص الاستثمار في هذا القطاع النظرة المستقبلية أولاً هو دخول القطاع الخاص في تنمية الغابات نعم دخول القطاع الخاص ليس في مجال التجارة فقط وإنما في مجال من الزراعة إلى الجني إلى التصنيع إلى غيره أيضاً دخول المجتمعات المحلية السودانيين كلهم يجب أن يشاركوا في تعمير الغابات وبالإضافة للطلب من الدولة الاهتمام أكثر بإغطاء الغابات كذلك لا بد أنا أؤكد هذا الأمر وأكرره الذي هو سيادة الحاكمية الغابات ونقصد بذلك قومية اتخاذ القرار لا بد أن القرار يكون قومي يهم كل السودانين وهذا لا يتأتي إلا إذا أمننا على قومية الغابات نعم أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الحميد محمد شريف نائب المدير العام للهيئة القومية للغابات شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً وننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية